موسيقى 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 السلام عليكم ورحمة الله معكم موانديس الشام أحمد وحنا نتدري درس كديد إن شاء الله من السلسل دروس التمارينا على السلو دورك درس الناردة يجب أن نرسم فيه تنس بول أو كورة التنس هنرسم على السلو دورك إن شاء الله أحمل نيوبورد وقل له أوكي وحاجي أبدأ أرسم في الفرونت بلان وقل له سكتش وحابدأ أرسم لائن من سنتر بوينت من هنا كده الحد هنا وأخلي مثلا ميت بوينت لائن هنا أجيب نقطة الميت بوينت هنا مع النقطة دي أخليهم الاثنين كونسيدن بشيل الريلاشن دي ميت بوينت لائن ميت بوينت لائن ميت بوينت لائن ميت بوينت لائن من هنا وحادنا كده تمام أبدأ بقى كده أحط له Smart Dimension بلي يكون 72 بالمنظر ده كده أبدأ بقى كده حرسم Org Centerpoint Org من هنا من هنا لحد هنا بالمنظر ده كده حوله زي سكتش حوله Feature Revolve حوالين الأكسس ده للكنتور ده أعطي 360 درجة وأشيل Listen Feature وأقوله صح كده أنا عملت Revolve للجسم اللي معي تمام ممكن أعدل في Revolve هنا وأخلي هنا أحط له أو حمسة على Revolve خالص وأعمل Revolve تاني حوالين الأكسس ده للكنتور ده وفيه Same Feature مثلا نقول أربعة ونص لبره وأقوله صح وأقوله صح بالمنظر ده كده كده معي كده معي الكورة المفروض تكون مجوافة من جوا لو غيرت الدسبيلي بتاعمل هنا كده وخليته ده كده مثلا حالين الكورة مجوافة معي تمام طيب هاجب على كده أرسم في الfront plan تاني أقوله sketch وأقوله normal 2 وأبدأ أرسم line من هنا لحد هنا بالمنظر ده كده وأخليه horizontal وأحط له smart dimension إن مثلا الطور بتاعه يكون 30 بالمنظر ده كده حبدأ بعي كده أخلي construction line وأنا كده معي رسمت construction line هابدأ أرسم في ال right plan all sketch normal 2 right plan sketch normal 2 نبدأ أرسم line برضو من هنا حد هنا كده ويكون horizontal وأحط له برضو smart dimension إنه يكون طوله 30 تمام وهي أقول له كده sketch وأجي أرسم برضو في الطب الآن نفس الموضوع normal 2 normal 2 بالمنظر ده وأبدأ برضو أرسم السمور دي هرسم مستطيل corner rectangle من هنا لحد هنا كده مثلا من هنا انه يكون الموضوع كده نسل كده نسل ما كده هجيب مثلا أحط النقطة دي زبطت الابعاد بتاعته اللي هو يكون equal او هو كده حيبقى مربع يعني على الجسم اللي معي تمام طيب حبدأ كده اولوك زي سكتش وحبدأ اعمل سنباس 3D 3D سكتش اسبلاين في اكسو وي هبدأ ارسم من النقطة دي كده لحد النقطة دي بقى كده هنا بقى كده اللي هنا دي بقى كده هنا بقى كده هنا بقى كده هنا بقى كده حاجة ابنة ارسم برده هنا ثاني بقى كده احطه تحت وعلى كده احطه هنا بقى كده احطه هنا وبقى كده هوجد بيها من هنا ثاني كده وأنا كده رسمت ايه؟ رسمت شكل اللي هو اللي هو زي the groves بنوجودة في التنس بول تمام كده مرسومه معي اقوله صحيح من لسبي line من هنا كده مرسومه معي كده تمام هبدأ بعد كده اطلع من 3d sketch هاقوله اجزت 3d sketch وابدأ ارسم في ال right plan ولو sketch ولو normal 2 حرسم center slot من هنا منظر ده كده smart dimension انه ده 2 وده مثلا 1.35 بالمنظر ده all look the sketch تمام في بس حاجه هنا ان ده هنخليه doted line column construction exit sketch بعد كده هبدأ اعمل sweep cut لل profile اللي انا كنت رسمه ده الاخر واحد مع 3d sketch واقوله صح انا كده ايه كده اترسمت معي ده ده كده شكل tennis ball تمام هبدأ بقى كده ممكن احط لها الوان بقى ممكن ادخل ادخل من هنا appearance ممكن ادخل على ممكن ادخل على close وممكن احط مثلا blue cotton مثلا هنا ده كده اعدل بس اللون بتاعها من هنا خليه خليه مثلا فيتح كده ممكن ادخل من هنا تسبل ايه لبين ويت حسنا كده احطى بعدها كدا شكل التنس بول معنا بعدها كدا شكل التنس بول معنا وقول له مثلا صح على كده وانا كده رسمت الكورة بتاعتنا ممكن اقرب كدا هائت للسكتش اده مش عايزه وكمان ممكن ارسم هائت للسكتشات دي بعدها كدا الكورة معي كاملة معي ممكن نخلي هنا مرضو نحط مثلا ده ابيض كده بالسويب كوت مثلا كده تمام يبقى كده الدرس بتاع النرده لا حد عنده ISO الاي استثار يبقى لنا على صفحتنا على الفيس بوك لانرسل دوركس عربيك وارقام التلفونات والايميل موجودين اسفل الشاشة شكو دروس جاي ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته